وانا بختن في هذه الجزئية يعني فجر غدا بإذن الله ان شاء الله يعني مساء اليوم بس احنا بيتكلم بقى بعد الساعة 12 هيبقى فجر الغد ان شاء الله لكن عموما عايز اتكلم فيه نقطة لائحية ودي مهمة جدا عشان سبق قبل كده في بعض الاجراءات كان قدت فرصة لبعض الاندية ان تقدر تشارك بعد ما يكون فيه مساحات وتدي فرصة للعيبة لايحة الكفيد او لايحة الكورن اللي اصدرها لاتحاد الافريقي في شهر نوفمبر الماضي اتكلمت على فكرة ان وفقا لقوانين الفيفا اللعبة اذا كان لدى الفريق 11 لعب على الاقل واربع لعبين احتياطين تخوض المباراة اذا كان العدد اقل من كده لا ما تدرش تلعب المباراة وفي حال عدم قدرة الفريق المشارك ان هو يسافر للبلد المضيف او مكان المباراة بيعتبر خاسر اتنين سفر لكن فيه بند مهم جدا قالك في ظروف استثنائية يتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المباراة يعني في النهاية انت لما ترفع التماس للجنة المنظمة اللجنة المنظمة لها القرار النهائي يعني كان من الممكن ان يكون فيه قرار لاتحاد شمال افريقيا او اللجنة المنظمة برئاسة الكابتن عبدالحكيم الشلمان ورئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذ ورئيس اللجنة المنظمة كان ممكن ياخد قرار بتأجيل مباراة ليبيا لبعد المباراة المتتالية خاصة للمنتخبات خمسة فبالتالي ما فيش تكافه فرص لان ما فيش مباراة هتلاحل في الجولة الاخيرة في توقيت واحد عموما يعني بقول الليحة لكن في النهاية هم خدوا بالبند الاخير اللي هو لن يتم تأجيل او الغاء اي حالات مطابقة ايجابية بالنسبة لأي بئسة الليحة مططة وتقدر تاخد فيها قرار لان حصل ده بدورة ابطال افريقيا ما بين الموريدية مع فريد بنيني فريد بنين مقدرش يسافر الى الجزائر وتأجلت المباراة وهينتظر الفائز عشان يلعب الصفاقسي التنسي حصلت مع الرجاء المغربي وكان فيه تعذر للصفر وبالتالي اتخذ قرار تأجيل مباراة الرجاء المغربي مع الزمالك في بطولة افريقيا فبالتالي كان من الامكان ان يتخذ قرار من هنا بقى المسؤول الله علم بقى اتحاد القورة من المسؤول ان هو كان يدخل لمصلحة المنتخب الوطني للشباب لان ده مجهود سنتين لجيل للأسف ممكن يتسرح وما يلعبش لا كاس امم ولا كاس عالم في النهاية انا اتمنى يعني يكون في تحقيق واجراء اداري في هذا الشأن لان بالتأكيد اسم مصر وبحثة منتخب مصر لما تسافر لازم يكون التنسيق الاداري واللوجستي يكون على اعلى مستوى لان مصر على المستوى القروي في افريقيا الرائضة بشكل كبير جدا طيب موضوع تاني معايا وهو متعلق بقرارات لجنة المسابقات وده اول قرار للجنة المسابقات اليوم بعد انتهاء مباريات الجولة الاولى طيب اللجنة قررت ايقاف رمضان صبحي لعب برامدز مباراة واحدة بعد طرده لحصوله على انذارين في مباراة فريقه امام الاتحاد السكندري ايقاف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري مباراة واحدة وتغريمه عشرين الف جنيه لطرده في مباراة الاسماعيلي وايقاف طارق ابو الليل المدير الاداري للنادي الاسماعيلي مباراة واحدة وتغريمه عشرين الف جنيه نتمنى ما يكونش فيه عقوبات اكتر من كده الفترة الجاية ونشوف مباريات بيبقى فيها فير بلاي لكن وانا بختم فيه جزء مهم جدا بقى يجب هنا على الحكام المعنيين بادارة المباريات لما فيه لعب بيعترض وانت شايفه ان لازم يضطرد ما تلعبش في القرار الاداري عشان لجنة المسابقات تقدر تاخد القرار المزبوط لانك لما بتطلع على الانزار التاني بتجبر للمسابقات ان تدي ايقاف مباراة واحدة لكن لما بتطلع على الكرت الاحمر هنا تدي المساحة للمسابقات تاخد القرار المناسب بالاقاف ما بين تمام المباراة لستاشر مباراة طالما اللاعب خرج عن النص تقدر تدي له القرار الاداري اللي يساعد المسابقات ان تطبق اللايحة بشكل سليم اعتقد كلامه واضح والرسالة واضحة وده دور لازم تقوم به لجنة حكام مع حكامها عشان تدي مساحة لجنة المسابقات لفرض الانضباط داخل الملاعب المصرية اخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه بنتكلم على الدوري والاستعدادات بالنسبة للمرحلة اللي جاي